اشتركوا في القناة نحن نتكلم وفق واقع معاش الواقع المعاش الذي أخذناه من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم يدلنا بكل وضوح على أن مجرد التمني والأمان والكلام لا أثر واقعي لها على الإنسان عندما يتمنى شيء أن يطبق ما يقتضيه ذلك الشيء حتى يصدق عليه فعلا فأنت عندما تتمنى أن تكون من أتباع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه التمني لوحده لا يكفي روايات أهل البيت عليهم السلام واضحة في أن التشيع ليس قولا فقط ليس تمنيا فقط ولايتنا لا تنال بالتمني ولا بالتظني في الروايات عديدة وردت بهذا المعنى والله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل فأنت تمنى أن تكون من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا لا مانع منه شرعا بل يلزم المؤمن أن يبدأ خطوة بأن يتمنى أن يكون من أصحاب الإمام لكن بعد هذا التمني لا بد من وجود خطوات عملية عليك أن تلتزمها ليكون تمنيك لأن تكون من أصحاب الإمام في محله أما ما هي تلك الخطوات التي لا بد أن تترتب على ذلك التمني الجيد الخطوات عديدة نذكر منها التالي أولا على المؤمن أن يحصن نفسه جيدا بعقيدة رصينة بسلوك فقهي مطابق للأحكام الشرعية الواصلة إليه بأخلاق حسنة يأخذها من الأحكام الإنسانية والعقلية وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه تمنى أن تكون من أصحاب الإمام صلوات الله عليه لا مانع منه ولكن حصن نفسك بعقيدة جيدة رصينة ليكن سلوكك الخارجي فقهيا مطابق للأحكام الشرعية وليكن لك أخلاق تعيش بها مع الناس بكل ود وصفاء إلى الحد الذي إذا غبت عنهم يفتقدونك وإذا حضرت يفرحون بحضورك هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية على المؤمن الذي يتمنى أن يكون من أصحاب الإمام صلوات الله عليه أن ينخرط بالعمل الاجتماعي الذي يدعو إلى إصلاح الغير عليه أن يمارس دوره بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بتصحيح الأخطاء ما أتي إلى ذلك سبيلا لا يكفي أن تتمنى أن تكون من أصحاب الإمام صلوات الله عليه وأنت تجد أخاك على خطأ تستطيع أن تنصحه ليبتعد عن ذلك الخطأ فتسكت فلا تنصحه لا لا بد أن تكون كأهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يمارسون عملهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة المسلمين حتى تأخذ بيد غيرك معك لتكونوا في ركب أتباع أهل البيت صلوات الله عليه فعلينا أن كل واحد مننا أن يمارس دوره الاجتماعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة المسلمين هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة على كل مؤمنا ومؤمنة أن يعمل على تكوين أسرة متوافقة مع ما يريده الدين أسرة مبنية على أساس العمل الصالح قولا وفعلا ليشاركوا غيرهم في بناء أسر متراصة كلها تتجمع في الدعوة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه تكوين الأسرة والزواج من أحب الأعمال لله عز وجل خصوصا إذا كانت وفق ما يريده أهل البيت أخيرا علينا أن نستغل أوقاتنا في النافع وأن لا نضيعها في التفاهات لنبتعد عن الأمور التي لا تنفعنا لا في دنيا ولا في آخر علينا أن نستغل أوقاتنا فيما يقربنا لأهل البيت عليهم السلام الذي هو في الحقيقة تقرب إلى الله عز وجل وكما روي عن الإمام المهدي صلوات الله عليه في مكاتبته إلى الشيخ المفيد فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاءة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة